إذن كما ذكرت بالفعل تقارير غربية عدة ذكرت النقاط الضعف والقوة بين الطرفين طرفاء النزاع في السودان فرغم الهدى المتتالية في السودان فالمعارك لازالت متواصلة وفق وكالة رويترز فإن حسم أحد طرفين نزاع لهذه المعركة يبدو معقضا وصعبا تنقل الوكالة عن خبراء أن طرفي النزاع لم يسبق لهما خوض حرب شوارع بحيث لا يستطيع كل منهما حسم تلك الحرب في وقت قريب وبالتالي فإن الحرب قد تكون طويلة معهد كينجز البريطاني للأبحاث يقول أن معركة الخرطوم تتحول لحرب استنزاف بين قائدين عسكريين كل منهما مصمم على الحسم لصالحه كما أوضح المعهد أن القدرات العسكرية متكافئة لكل من الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وطبعا قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو تقرير المعهد رأى أن طرفي النزاع في الخرطوم لن ينتصر في هذه الحرب ولن يذهب أي منهما إلى التفاوض إلا إذا وجد نفسه موقع في موقع قوة على الأرض من جهته مركز سوفان الأمريكي للأبحاث أشار إلى أنه مع أجلاء العديد من الأجانب من السودان واستعداد آخرين للمغادرة فهذا يعني احتمال أن يكون الطرفان يتحضران للصراع بلا هوادة من أجل السيطرة على البلاد ووفق مركزي Military Plus Balance و International Institute for Strategic Studies الجيش السوداني وهو السادس من حيث العدد في أفريقيا جنوب الصحراء يمتلك سلاح الجو بينما قوات الدعم السريع تقاتل على الأرض فقط ووفق دراسة أخرى من جامعة جوتنبورغ السويدية رغم امتلاك الجيش السوداني القوة الجوية فهي لم تمنحه أمكانية إطلاق ما اسمها رصاصة الرحمة على قوات الدعم السريع لأن بحسب الدراسة فإن الضربات الجوية كي تكون فعالة يجب أن تكون محددة بدقة من خلال معلومات قوية على الأرض عبر الأقمار الاصطناعية وهي أداة لا يملكها الجيش السوداني بحسب التقرير وأوضحت الدراسة أنه ليس هناك معركة واحدة من أجل السيطرة على الخرطوم بل ستكون هناك معارك عدة وعلى سبيل المثال فالدراسة أشارت إلى أن السيطرة على أم درمان لا تساعد بالضرورة على الاستلاء على الخرطوم بحري إذ أن هذه المناطق منفصلة وتربطها ببعضها بعض جسور استراتيجية كما أن الأرض التي يمكن أن يكسبها أحد الطرفين قد يخسرها مرة أخرى في أي وقت لأن الطرفين لديهم الأموال اللازمة للإستمرار بحسب الدراسة السويدية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات